اشتركوا في القناة 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 غالبا الحال بيصف تصريف ايه تالت طيب ليه مستمحة حطيت هايفن فكين الفيديو الصابق انا حطيت هايفن لوجود ايه اسم مدام حددك شفت اسمه وما ويدلي سبوكن والنونة انا عايز هايفن اسمها ايه هايفن اهي هايفن احترسوا عش كده ليه ترقيه يا شباب اربعة وستين المعبد القديم اللي تم ذكره في كتاب الارشاد السياحي ودي الجملة ايه اعتراضية عاديك ها الجملة الاعتراضية مصر الحامري مالهاش لازمة مالهاش لازمة الجملة الاعتراضية مالهاش لازمة المعلومة بين كما وكما المعلومة دي اسمها ايه جملة اعتراضية الجملة الاعتراضية اسمها نونسنشل لتر دي الاخيرة لو تك علي خمسة وستين انا جملة من اللي جاية دي صح واحدة واحدة ذمان ذات او هو طب مستر مالذمان ذات او هو صح لان ممكن نحط ذات او هو للاشارة الى العاقل بس احنا اتفقنا يفضل استخدام كلمة هو على ذات يفضل استخدام كلمة هو على ذات لما تحط جملة ايه اعتراضية تانية مستر لما حركت المح جملة اعتراضية يفضل كلمة هو على ذات ويفضل كلمة ويتش على ذات عشان كده يفضل لتر بي عشان جملة اعتراضية ونسلح بايبي ذات وحاجبلك في فيديو لاحق تفضل مع المقارنة العليا زي وتفضل مع ادوات التجزئة بتاعت الوحدة التسعة الجملة شباب بقى ستة وستين بتقول وخباك منها قوي عشان دا الجملة في الترمي الاول الوحدة رقم اتنين انا واحدة كجرامر صح نو سونر نو سونر كابتال لتر هي نو سونر كابتال لتر انا عايز وبها ايه عايز وبها هاد وفاعل وتصفتت هاد وفاعل وتصفتت سريت سؤال او ديد وفاعل ومصدر ديد وفاعل ومصدر حلو سريت سؤال يا طبع نو سونر هاد هي كرايد ذن ولا هذه ما هي ايه زي بي الفم فين حبايبي فأداة رط اسمها no sooner than الله يفتح عليكم طبعا هي letter a ليه مسترومي عشان no sooner بتاخد than وراها ماضي بسيط تمام no sooner بتاخد ايه than لكن تعاكم لكم الحكاية لكن ودي ادوات طبطة اخواتنا صونر عايزة had وفاعل وتصفيف تالت او did وفاعل ومصدر بس hardly had he cried then غلط غلط اسمها hardly when طب ننزل تحت hardly had he cried when آه طبعا كامل I hurry غلط ليه مسترومي عشان بعد than او one انا عايز ماضي ايه بسيط عايز بس تسمبل ايه than no sooner than لكن hardly واسكارسي وبرلي when سبعيني كليس او before والثلاثة والاربعة بيجربهم ya had وفاعل وتصفيف تالت ya did وفاعل ومصدر بس بس بقولها تاني انو الصونر than لكن hardly واسكارسي وبرلي when 67 which of the following is structurally correct انو لو سمحت جملة صح من ال 80 he is a well known man a well known man طب ما هي ايه وبيه زي بعض لا ايه فيها hyphen اهي بصو 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 فيها hyphen ما بين ايوة ما بين الحل والتصريف التالت زي ما قلتوك قبل كده الحل ايه الحل حبايبي او an adverb الحل بيصف ايه تصريف تالت الحل بيصف ايه تصريف تالت عشان كده is a well known man هي letter ايه طبعا letter ايه طبعا بيه غلط فين ال dash او ال hyphen لترسيل غلط ليه مستمامي لعدم وجود ال a فين ال a لان انت بتحط ايه او an قبل صفة و اس مفض بص 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 الشيئة خدوا بالكو طبعا دي غلط غلط فانا حطيت ادي الحال ياسف تصريف تالت ما بينها hyphen و رها اسم عشان كده اللي اتبق ايه تمانية و ستين اه which should the following is structurally correct مهم هبة واحدة واحدة شاب اوي admired by everyone واضح ان الجملة دي اصطها بصر اصطها ايه بصر هبة who was admired واحدة واحدة هبة ايه who was admired التي تم الاعجاب اي بها حد شاف لا 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 يبقى لو سمحت الجملة دي كان قصتها ضمير واسل ضمير واسل ويه طب بدل اللفة دي معزرة اسازة اللغة العربية هيبه المعجب بها هي المعجب المعجب بها اسم ايه اسم مفعول ضم الميم وفتح ما قبل الاخر وده اسم مفعول اول محاضطك يطلع منك في اللجنة المكتوب المنشور المعجب اسم المفعول يا حباب قلبي محتاج منك تصف تلت وقف لوحده تصف تلت وقف ايه لوحده يبقى هيبه ادمير دي باي واصلها هو اس ادميرد او هو وز ادميرد اذا اسم المفعول اللي عندنا حضرتك في العربي عايفينه طبعا ايشان في النحوة عندنا في الانجلش يا ضمير واصل وبسر يا ضمير واصل وبسر يا ايما انا عايز تصف تلت وقف لوحده يا هو وز ادميرد يا ادميرد خدوا بالكوا عشان كده ايه هي الصح خدوا بالكوا مرة تانية سي ما تنفعشي مفهود او او ادميرد تسعة وستين جملة صح من اللي جاية طبعا ده شاب انت عارف ممكن زي ما علمتك في الحصة ما حدش قوليه ده شاب ده مكان يبقى وار وفادي ده وقت يبقى وان حسن اما اشوف the shop which i buy my grocery is great لا خطأ مفهود يا شباب بقى فين حرف الجرم مفهود the shop which i buy my grocery from from مش مفهود لان which عايز احرف الجرم مع المكان the shop which i buy my grocery from is great هي دي هي دي صح طبعا كمال عشان اخنعك the shop where i buy my grocery from غلط ما حطي الشاب وار مع حرف الجرم كده the shop from where خطأ مش عايز حرف جرم مش عايز حرف جرم في بعض الكتب كاتبة from where انا مش عايز يا شاب معلش ده American English انا عايز وار معاها مكان بدون حرف جرم لكن لو سمعت عن from where او عندي في اللغة الانجليزية ده American English مش عايزة فقام عبودة بس انا حنلتزم ان مع which ينزل لي حرف ايه جرم سبعين سهلة دي يا شباب they have او they behaved sorry والله during the party هم تصرفوا بشكل لائق اثناء الحفلة وده معنا ان they were يعني بقى السلوكهم حلوة will behave if the letter b معناها ذات سلوك جيد او كويس لان الحال بيصف تصريف تالت هعف معاكم هنا بس اخدوا بالكم من الجملة من 61 ل 70 مهمين جدا في انا جملة جمر صح وانو